ترأس معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى عمل الجلسة الحادية والعشرين للمجلس في دون عقاد الثاني من فصل التشريعي السادس وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات في مملكة البحرين والذي يهدف إلى تعزيز أطار التعاون مع مجلس التعاون فيما يتعلق بتنظيم عمل المكتب الفني للاتصالات ما يعكس دور مملكة البحرين الريادي على الصعيدين الأقليمي والدولي الارتقائي بقطاع الاتصالات وقرر المجلس الموافق النهائي على مشروع القانون وتم أخذ الرأي النهائي عليه بصفة مستعجلة وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة والذي يهدف إلى إلزام الإدارة المعنية بوزارة الصحة بوضع خطة عمل وطنية تتضمن الاستراتيجية العامة لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات وقرر المجلس الموافق على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون ووافق مجلس الشورى اليوم على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وعلى توصية كذلك اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بإنشاء مقر للمكتب الفني طبعا هذا المكتب هو جزء مهم من منظومة دول مجلس التعاون المكتب وقبل أن يكون له مقار أكيد هو بدأ في السبينات وبعد ذلك تطور عمله عبر حقب مختلفة ويهدف إلى تحقيق منظومة خليجية متكاملة في قطاع مهم مثل قطاع الاتصالات له العديد من المنجزات على أرض الواقع واستضافة مملكة البحرين إلى المقر في منطقة البسيتين بالمحرق دليل أن مملكة البحرين قادرة دائما على أن تكون محور مهم لمبادرات منظومة دول مجلس التعاون نسأل الله طبعا التوفيق لهذا المكتب وللقائمين عليه والعاملين فيه